بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ما يميز الكائن العاقل عن غيره أيها الإخوة هو إدامة النظر في العواقب والنهايات وعدم الإخترار بالمقدمات والبدايات وعلى هذه القاعدة قامت فلسفة الإيمان بالله واليوم الآخر وجعل الفوز والنجاح والنصر لمن عمل للعاقبة والآخرة ونظر في مآلات الأمور وهو ما نسميه اليوم بفقه المآلات فقه المآلات عبارة عن نظرة عقلية استشرافية لما سيقع في المستقبل قبل وقوعه واتخاذ القرار المناسب بناء عليه وهذا الفقه يدرك بناء على الإطراد والعادة والسنن الثابتة فيعصم الرأيها من الخلل والزلل وهذا الأمر أيها الإخوة يحتاج لخصوبة غنية في الخيال لاستكمال التصور الصحيح على ما ستكون عليه الأمور في المستقبل واحتاج إلى التفكير خارج صندوق المحن الذي يحاصرنا من كل حدب وصوب ويضغط علينا تتحدث الجماعات الإسلامية اليوم في أدبياتها عن فقه المآلات والمستقبل لكنها لا تستحضر إلا أنثلة قليلة من مثل قصة ترك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي باله في المسجد خوفا عليه من الضرر وترك قتل ابن سلول زعيم المنافقين حتى لا تستثار النزعة الجاهلية في رؤوس قومه وترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام لأن قريش لا تزال حديثة العهد بالجاهلية والكفر ولا تتفكر هذه الجماعات بالمآلات السياسية الكبرى لقرارات النبوية المفصلية بل نجد من يحاول لي أعناق النصوص ليدخلها في سياق الخصوصية النبوية التي لا تتعداه لسواها فيبطل بها الاعتبار والتدبر والاختداء فلماذا مثلا لم يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الدولة الإسلامية ويأذن بالجهاد في مكة مثلا وما هي المآلات السياسية التي حققها صلى الله عليه وسلم من دخوله بالجوار كافر وحمايته أليس هو استفارية الدعوة والتبليغ وإكمال بناء القاعدة الصلبة لحماية الرسالة كيف لنا أن نتصور المآلات السياسية العظيمة لصلح الحديبية من تحقيق الاعتراف السياسي بالمسلمين وتضاعف عدد المؤمنين ونتائج كثيرة شكلت مقدمات ضرورية لتسهيل الفتح العظيم هذا الصلح الذي لم يخلو في مقدماته مشروط فيها بعض المفاسد الجزئية قد لا يتقبلها كثيرا اليوم قد تلتبس من من قد تلتبس عليهم بعض المصالح التي تفضي إلى مفاسد خفية في مآلها لكن ما تقع فيه الجماعات الإسلامية اليوم هو الانحدار في مفاسد عظيمة مآلاتها الفاسدة أوضح من أن توضح لمن كان له بصر كمن يرتكب مفاسد البغي والقتل والغدر والسرقة واستباحة الكذب وينتظر منها مآلا يحقق له الغلبة والنصر والتمكين مع أن مآل هذا الأمر واضح ووضحه تعالى بقوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن فقه الواقع اليوم قد تحول إلى حالة نظرية بسبب سرعة التبدلات والتغيرات في الأحداث ليصبح الواقع بعد إدراكه جزءا من الماضي وقبل إدراكه من أمر المستقبل مما يحتم علينا مزيدا من التفكير الاستراتيجي القائم على الاستشراف للمستقبل القريب بحصر كل السيناريوهات المحتملة ووضع الخطط المستقبلية الناجحة لمواجهتها وإلا فنحن نسير بلا بوصلة ونسلم شريعتنا من جديد للرياح الهوجاء تقذف سفينتنا إلى المصير المجهول أو الهلاك المحقق ونحن نفرح بوهم المكاسب الآنية التافهة ونذهل عن الخسائر الكبرى التي تجره علينا في مآلها وفي مستقبلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته